استقبلت قيادة التجمع اليمني للإصلاح في مدينة المكلة في مقر الحزب اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وأشارت قيادة إصلاح المكلة خلال الاجتماع إلى جملة من الانتهاكات التي طالت الحزب وبعض قياداته ومنتسبيه في الفترات الأخيرة ومنها اقتحام المقرات وتحديدا ما حصل من اقتحام لمقر المكتب التنفيذي في يونيو 2016 وما تزامن معه من اعتقالات الأفراد والحراسة كما نوه إصلاح المكلة إلى الانتهاكات التي طالت عددا من قياداته وفي مقدمتهم عوض الدقيل والذي اختطف لنحو عامين وعشرة أشهر بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي طالت أنشطة الحزب واعتقل فيها عدد من الأعضاء أثناء مزاولة أعمالهم القانونية من بينهم القياديان في المكتب التنفيذي للإصلاح بساحر حضر موت محمد بارطيف وأحمد المرشدي وعدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين الحضارم على خلفية مشاركتهم في الوقفة الشعبية السلمية التي كانت تقام صباح كل يوم خميس في مدينة المكلة أمام ديوان المحافظة واستمعت اللجنة الوطنية من عوض الدقيل تفاصيل حادثة الاعتقال الأخيرة التي تعرض لها وهو في طريق عودته من زيارته لمدينة عدن على مدخل مدينة المكلة في شهر نوفمبر من العام الماضي وقد وعد أعضاء وفد اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بأن تولي اللجنة هذه الانتهاكات جل اهتمامها ومتابعتها لدى الجهات المعنية وأن تدريج هذه من تقريرها القادم وقد ضم وفد اللجنة الوطنية كل من الدكتور حسين المشتلي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والأستاذ إشراق المقتري الناطقة باسم اللجنة وعدد من الراصدين وكان في استقبالهم في مقر الإصلاح بالمكلة كل من الأستاذ محمد بالطيف رئيس الدائرة السياسية والأستاذ أحمد المرشدي رئيس الدائرة الاجتماعية والأستاذ خالد بلفاس رئيس لجنة حقوق والحريات والأستاذ عوض الدقيل رئيس دائرة النقابات والأستاذ نجيب العولقي رئيس دائرة التخطيط ترجمة نانسي قنقر